هل الطبيب بيبقى عامل حساب المستقبل في الرشدة العلاجية بتاعته بعد فحص المريض ولا بيبقى العلاج بحسب الحالة في الوقت الحالي أو في اللحظة الحالية أكيد زي محمد تفضلت لا فعلا بحسب الحالة اللي موجودة دلوقتي خاصة إذا كان بقى الطبيب ده هو هو عنده علم هو ده ياخد الهيستوري كله عنده علم بحالة هذا المريض قبل كده مش كل مريض يعني مثلاً لأ حيجي مثلاً دور زي محرجي بتقول برد لشخص غير الدور برد تاني لشخص أزمتك غير الشخص اللي عنده سكر بتاعه ضغط عليين شخص عنده ربه شخص عنده سكر شخص عنده الدكتور احنا بناخد المريض كباكتش مش أنا أروح أنا كأنف أذن أروح معالج الحتة دي إلا أنا لأ طب ما أنا ممكن إيه أجي أعالجه وأبوز حتة تانية يعني أنا مثلاً أنا إحنا مثلاً الكورتزون من الأدواء اللي بتخوف الناس معينه هو بيساعدنا فبعض الأحيان بيكون مرحلة تانية أو تالتة أجي ألجأ ليها يكون المريض ده عنده سكر أعلي السكر بتاعه إذن أنا إيه برضو لازم يبقى فيه المريض ده بأخده كباكتش مراعالك للظروف المحيطة بالمريض كباكتش مراعالك للظروف المحيطة بالمريض كباكتش في كلام الطبيب في الكلام اللي حيقوله يعني مثلاً هو حيقوله على الأدوية وحيقوله على حاجات تانية حيقوله على راحة سوائل دفية مثلاً أه وحيقوله على الأكل وحيقوله على حاجات تانية برضو يعني هو يريتي رعيها برضو إذا كان مثلاً مدخم وهو عنده مشكلة طيب نخلينا إيه لازم نتوقف عن ده دلوقتي أه نتوقف ويكون برضو عندنا إحنا الحتة اللي هي الثقافية دي إن برضو نساعد الدكتور في النقطة دي ودي مهمة جداً 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 وبعدين في عدد بقى يعني مثلاً إيه عايزين نتكلم شوية إيه بقى اللي يخلي الموضوع ده منتشر وذات في دخول الفصول أول حاجة أول حاجة تغيير درجة الحرارة إحنا عايزين دايماً تخلي بالنا من النقطة دي يعني إنت نهاردة بتاخد دوش وتخرج في جو مختلف عن نين اللي إنت كنت موجود فيه اللي بيحصل دروب في المناعة وقتي بالصدفة يكون فيه مايكروب إنت تعرضت له بالصدفة قعدت مع حد عنده المرض وحصل الدروب دي أوكي هيجي لك المرض وحيبتتتل الأعراض طيب ابتدت التعلاج أوكي أهملت فيه دخلنا في مضاعفات يعني مثلاً واحد جالي النهاردة زوره بيوجع تاني وثالث يوم ما أخدش حاجة ابتدأ يكح ابتدأ يقول أنا أجي لي صداع ابتدأ يرشح دخلنا في النقطة دي في مضاعفات بقى الحالة المرضية الأولية خالص طيب يبقى إحنا احنا بنراعي هذا الكلام ومنتابع الدكتور يعني الدكتور بيقول لي أنت النهاردة مثلاً عندك التهاب في الحلق كويس حيديك المشورة طيب وحيقول لك إذا حصل بقى كذا هتاخد كذا هتعمل كذا وإذا حصل كذا برضو نراعي كذا الدكتور وفي نفس الوقت المريض أيها وطبعاً حارك دكتور محمد به يعني سيد العارفين في الكلام ده يعني حضرك برضو من النوع بتراعي ذلك